يشهد مستشفى الرازي بمحافظة أبيان معاناة كبيرة وأوضاعا تنذر بالخطر نتيقة تدهور الخدمات الطبية والعلاقية الإهمال واضح والواقع يتحدث عن نفسه أنين المرضى والأوضاع المزرية في هذا المستشفى عنوان لحالة الناس هنا لا تلغى مرضات لا تلغى تكاترها ولا تلغى حد ثلاث يام ونحن في مستشفى ويكذبها علينا لا تكتور ولا مرضى ولا مدير كان مستشفى الرازي المنقذ الوحيد لحالات كثيرة ومخففا للأعباء على كاهل المواطن البسيط واليوم يفتغر هذا الصرح الطبي لأبسط الخدمات الطبية والإسعافات الأولية إضافة إلى عدم توفر الأدوية والعلاجات الضرورية بشكل كلي مما يجعل المريض مضطرا إلى شراء ما يحتاج من دواء بأسعار باهضة الكادر الطبي في هذا المستشفى مشغول بهموم أخرى وغير مبال بكل ما يحصل من مشاكل وصعوبات والذي زاد الأمر تعقيدا وسوءا الإضراب المتكرر من قبل الأطباء بسبب تأخير صرف مستحقاتهم المالية المستشفى الوحيد الذي يشتغل له مستشفى الرازي ومع هذا لا يحصل أي باحترام ولا تقدير من قبل أي سلطات في المحافظة من هذا المكان نطالب القهات المختصة أنها تنظر بعين الرحمة والرأفة ليس لنحن كعمال إلى وضع المستشفى الذي يعتبر المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات للمواطنين لم يبقى على الأسرة البيضاء في هذا المستشفى سوى أولئك الذين أنهكهم الفقر وليس لديهم القدرة على تلقي العلاق في المستشفيات الخاصة من داخل أروقة هذا المستشفى مناشدة عاقلة يطلقها مواطن أبيا إلى وزارة الصحة والجهات الداعمة والمنظمات المانحة بسرعة توفير الأدوية والعلاقات الضرورية والملحة لإنقاذ حياة المرضى آلام وفقر ومرض كل هذا يعاني منه المواطنون في أبيان والمستشفيات هنا عاجزة عن تقديم المساعدات لهم لطف إبراهيم قناة بلقيس أبيان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر